بسم الله والحمد بالله والصلاة والسلام على النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. اشكال الطرابات السلوك الراقم مربع بالنسبة لنا هو السلوك الانسحابي. وطبعا زوا الطرابات السلوك ينتشر عندهم السلوك الانسحابي. ازا ما ازا ما كانش عندهم النشاط المفرد والعدوان بصفة كبيرة يكون عندهم السلوك الانسحابي بصفة ايه اجمع. طيب يصنف للسلوك الانسحابي أو ما يعرف السلوك الموجه نحو الداخل أو الذات يعني السلوك الانسحابي سلوك تجاهه تجاه الذات نفسها أو الداخل يعني هو موجه نحو الداخل أو الذات ونعرف ده غير السلوك العدواني السلوك العدواني سلوك خارجي تجاه الخارج تجاه الآخرين في موظم الأحيان يعني السلوك العدواني سلوك تجاه الآخرين وعشان كده احنا بنسميه موجه نحو الخارجة ونحو الآخرين طيب كمان السلوك الانسحاب الأولاد اللي عندهم الطابات سلوك بالنسبة لهم السلوك الانسحاب ان هم بينسحبوا من المواقف الاجتماعية يعني مشوكته الاجتماعية داخل المجتمع مشوكة قليلة وبيتسم بالعزلة والاستغراق في احلام اليقظة والكسل والخمول كمان عندهم الاشياء دي بيتصفوا بها اللي عندهم ايه السلوكيات الانسحابية كمان السلوك الانسحابي هو ضد العدوان يعني اللي عندهم سلوك انسحابي بصفة كبيرة لها عندهم العدوان الى حد ما اقل طيب اخر حاجة بالنسبة لنا في اشكال للطابات السلوك والطابات النمائية الشاملة وهو خل النمائي في مهارات التفاعل الاجتماعي برضو ناخد بالنا من المهارات التفاعل الاجتماعي ومهارات التواصل وزهور سلوكيات نمطية يعني ايه سلوكيات متكررة ودايما اللي عندهم الطابات السلوكية بيكون عندهم مشكلة في التفاعل الاجتماعي واحد اصلا يعني معظم سلوكياته لاما ادوان لاما مشكلات تجاه الاخرين او انسحاب منسحب ما بيتفاعلش مع الاخرين يعني اذا كان هو بيتفاعل بطريقة سلبية او طريقة فيها ادوان على الاخرين الناس هتبعد عنه هيكون في مشكلة في التفاعل الاجتماعي مع الاخرين اذا كان هو امور برضو منسحب مش هيتفاعل مع الناس بالشكل ايه الكافي طيب هننتقل لنقطة مهمة وهي اجراءات الكشف والتعرف ازاي نقدر نتعرف على زوج طريبات السلوك اول شيء بنتعرف منه على طريبات السلوك هي من لحظة السلوك من خلال تعاون الاسوة والوالدين الاسوة وايه والوالدين ان يكون عندنا في ملاحظة للاسوة والوالدين اهو عندنا خلال تعاون والاسوة والمعلمين مع بعض إن إحنا الوالدين هم اللي بيتابعهم بيلحظوا سلوك الزاوية الترباط السلوك طب كمان عندنا برامج برامج الأطفال وبرامج المدارس برامج بتكتشف زاوية الترباط السلوك جميل ناخد بنا من نقطة مهمة جدا وهي إننا من لحظة الترباط السلوك في الأساس على عاطق الأسرة وعلى عاطق المعلمين أساسي